أوكي ألف مقطع على قناتي باليوتيوب سنونا صيحة بايب نزلت بها على قناة مملكة القصص تقريبا 99 مقطع واليوم يا حبايب رح يزلكم مقطع رقم ألف الخبر هو اللي عدنا الخبر هو اللي عدنا الخبر هو اللي عدنا شو رح يكون مقطعنا لليوم هو عبارة عن أهم عشر أحداث في عام 2021 طبعا أكيد قول ما بدي المقطع يا حبايب لازم أتشكر كل فانس كل شخص دعمني يا حبايب كان يعلق لي على المقاطع طبعا الفان ذاته تعرفين نفسكم سواء هنا ولا بالإنستجرام اللي تقريبا كل مقطع النزلة لازم تعلقون بفوق الميت تعليق اللي هذي ساعدني صراحة هواية أني يتشجع واتحمس أني أستمر بتنزيلكم فوق الألف مقطع وبالضافة طبعا لازم نشكر سارا أنها مكفت ويايا بخلال هذه الرحلة بالمركز العاشر زواج اليوتيوبر العرب في سنة 2021 شفنا هواية أو شهدنا هواية من حالات الارتباط وحالات الزواج من الحالات الارتباط الشهيرة اللي شفناها بهذه السناء اللي هو ارتباط هتان ونور ستارز أو أنه نقدر نقول أنه صاروا صورونية بعض وصاروا الثناء يكونش قوي باليوتيوب وبنفس الوقت من الثناءات الحلوة اللي صارت اللي هي الصبا وأحمد أبو الرب خلاف طبعا نتشار عليهم فضيحة أنه أساس هو جندي قولها بحبك ولكن بعض اليوتيوبر ياحبايب اخذوا الموضوع المنح الثاني والذي هو منح الزواج مثل هم ناجي القاق ياحبايب اللي الزواج من لمة ونزل مقطع على قناة الحصل تقريبا فوق الخمسة مليون مشاهدة وبنضافة إلى وليدي ياحبايب اللي هام سوى زواج الزواج ياحبايب وصرح هذول الزواجين هم الأشهر صارت في 2021 وبسال لهم بصمة كلش قوية وكان بيهم حفلات كلش رهيبة واللقاء بها هواية من اليوتيوبر فكتونا ياحبايب بالكومنتات شنو أكثر حدث من ارتباط أو زواج لفت انتباهكم وأعجابكم بالمركز التاسع المقلب المقلب اللي صار ياحبايب بيسانس معيل ومايد جمال القصة بالكامل ما رح قدر أشرح لكم إياها لأن كلش طويلة بالمختصر هي شنطة دراما بأني وجواني ضد بيسانس معيل ومايد جمال وأنس الشايب هذا الدراما ياحبايب طولته هوية وكانت واحدة من أقوى الدرامات اللي صارت في 2021 استمرت حوالي شهرين كامل وكان بها عدد كلش جميل على الفضايح سواء على ماية جمال أو على ماية شايب ولكن كل هذه الدراما كانت كوم والمقلب اللي نزل ياحبايب كان كوم ثاني فمستحيل يمكن باليوتيوب يتكرر بيوم من الأيام شي مثل المقلب فهو كان عبارة عن شيء أول مرة يصير باليوتيوب وآخر مرة ممكن يصير باليوتيوب فكرة المقلب ياحبايب هو كان عبارة أن واحد من الأشخاص من العدنة يسوي نفسه أنه صار ضدنا ويروحوا يبيسان ويأخذ من عدنه مماسك ويرجع عنا نوعاً ما مثل فيلم هندي ولكن هو صار فعلياً ومن الأقل تقريباً حصل على قناة محمد جواني فوق المليونين وسبعمائة ألف كل اللي شافوا المقلب يكتبوني بالكومنتات شركوا بهذا الحدث وهل هو فعلياً يستاهل أنه يكون من مركز التاسع بأهم عشر أحداث في 2021 بالمركز السابع أغاني اليوتيوبر سنة 2021 واحدة من أقوى السنوات أغاني اليوتيوبر أغلب اليوتيوبر صاروا مغنيين ونزلوا أغاني سنبدأ بناريني بيوتي اللي نزلت أغنيتها من حوالي أسبوع بأنوان بكف كلام ولو أن ما كانت توصف قصة هوية موفلوكز واللي صار بيناتهم خلال الفترة السابقة نروح علي منافستها اللي هي نورستار اللي نزلت أغنيتها من حوالي 11 شهر اللي جات هي أعلان ولكن صراحة جات أغنية قوية بأنوان سكواد جيمبي وحصلت فوق العشرة مليون مشاهدة إضافة لأغنية صالة المالحة اللي نزلت أغنية وحيدة عام 2021 بأنوان يا أمي اللي حصلتهم فوق العشرة مليون مشاهدة ومن الأغاني القوية اللي نزلت هي أغنية أحمد أبو الروب بأنوان كالشي اللي حصلت فوق الخمسة عشر مليون مشاهدة وبخلاف واحد من أهم الأحداث اللي هي خروج دايلر من السجن وعودتها لتنزيل أكثر من خمسة أغاني تقريبا في هذه السنة وحصلوا على عدد كبير من المشاهدات وبالإضافة لأعزة زعرولي نزلت أغنية روح روح وبالسبة لأغاني الحب فأكيد مرة سننسموه فلوكز وغنية الشهيرة قلبي ليكي والتي هي أغنية نوعاً ما كان يصل قسطوية نارين بيوتي لما كانوا على خلاف وبالإضافة لنزل أغنية الثانية اللي هي شات بعنوان فريش من حوالي أربع شهور وبالسبة للدسات أكيد ريدر ياحباي بغنية فلوس وبغنية لو وحدة كان دس على عمر الكيلاني وحدة كان دس على أحمد أبو الرب وبالإضافة أن زغلول همين نزل دس على أحمد أبو الرب ولكن كان دس للمزح مو أكثر وكيد هاي سنة صراحة مميزة بالنسبة لي لأن نزلت أول أغنية لها في عام 2021 بعنوان مرايتي وكيد حرب الدسات اللي صارت بين سيموت فيلوف اللي نزلوا الدسات على بعض وبعدت صالحه وكيد برح ننسى أغنية شيرين بيوتي اللي حصلت فوق الـ 14 مليون مشاهدة اللي جهت أول أغنية شيرين وبالإضافة حتى شهد أمين نزلت أول أغنية لها في عام 2021 زوجة سيموت وأكيد من أغنية جواني اللي كانت بعنوان خسرتي حالك كانت استراك على بيسان اسماعيل وحصت فوق الـ 5 مليون مشاهدة وصارت خلافاته هواية على هذه الأغنية وبالإضافة الأول أغنية نزلتها إميرا اللي حسين من حوالي كم شهر وبالناء يا حبايب السؤال الأهم ماذا تفضل أغنية لك في عام 2021؟ بالنسبة للمركز السابع اللي هو ياسو اللي صار بياسو صارحة صدمة للكل أو ما اللي صار بينه وبين رايدر خلاف مؤاين ونفصله ولكن الصدمة أنه ياسو رجعت الفريق فوفا نبولي وصوت الدراما بينه وبين رايدر مخاطعة اليوتيوب وستوريات ولكن الصدمة ما جعلت أنه ياسو رجعت الفريق وسام تيكيت وهلما بعد جهران يا حبايب رجعت مرة ثانية رايدر ورجع صوروه لي بعض وحسب مصرحات ياسو أنه كارلين ووسام هم وكانوا بسبب الخلاف وهم اللي لعبوا برأسها ولكن المهم الحمد للان وحاليا رجعوا للبعض وكتبوا له بالكومنتات شاركوا بهذا الموضوع بالمركز السادس عودة الأحبة والصلح اللي صار بينهم وبهذه السنة صارت واحدة من أغرب الحالات اللي هي رجوع اليوتيوبر هيلا تي في بعد القطاع فوق الأربعة سنين ورجعته بقوة والناس كانوا كلش متحمسين ولكن بعدها خف الحماس والجمهور لهيلا ولكن يبقى الحدث كلش مهم ومن أشخاص اللي رجعوا للبعض هو نارين وفلوكس بعد سنة كاملة من الخلاف واخيرا رجعوا للبعض ونزلوا مقطعوية بعض وبالإضافة لمحمد كريم وأميرة صارت بياتهم خلاف من نص السنة وغابوا شهر عن بعض ولكن الحمد لله النهاية رجعوا للبعض وإضافة لريد رياسو شرحت لكم شل اللي صار بينهم وبالإضافة أنه رجوع فريق جوت بعد القطاع شهور يحبايب وأكيد رجوع دايلر خروج من السجن حدث كلش مهم وبالإضافة ما يشخاص اللي صالحوا يا حبايب اللي هي عائلة أنس وأصالة وشهدوا سمنت بعد سنة كاملة من الخلاف اللي بينهم الميرد شو اللي صار يا حبايب رعطوكم هذول المقاطع شوفوها بالوصف يا حبايب عام وتعرفوا شو اللي صار بيناتهم شرحت الخلاف بالكامل ولكن الحالين هم رجعوا للبعض وصالحوا وسووا فولو البعض بحسابات الإنستجرام بنضافة أنه قمر صالحت ويا إيمو بعد الدراما اللي صارت بينهم لمن أي مفضاح قمر وشرح تسجيل صوت تحكي بي على النور مار شوفوا هذا المقطع يا حبايب عام وتعرفوا القصة بالكامل هم تلقوا بالوصف بنضافة أنه غيث مروان تصالح ويا أحمد أبو الرب بعد الخلاف اللي صار بيناتهم أحمد نشر صورة النارين الشخص جاندي يتحمم وياها وبعد صالحوا يا حبايب وصووا مقاطع ويا بعض وضافة أنه أحمد أبو الرب هم تصالح ويا نور مار وصووا فولو بعض بحسابات الإنستجرام وتصالح ويا برهوم هم ردوا الفولو البعض هي مو أمة حقيقية وإنما أمة سكنة في لبنان وهي تتمنى تشوفها لأن أبو أما فصلوا عن بعض هو كان صغير وهو قرر أن يسكن يا أبو ويترك أمه ولمن أمة طلبت أنه تقابله واختصار تطلع ببثوت وستوريات وتضح القصة رفض غيث مروان أن يشوف أمة الأصلية وطبع الحدث كامل والدلائل بهذا الفيديو يا حبايب اللي رح تقو همين بالوصف رحوا شوفوا عم تعرفوا القصة بالكامل واكتبوا بالكومنتات شاركوا بهذا القصة الغريبة اللي صارت بالمركز الرابع خروج يا رقمار من فريق نورمار الصراحة تستهل المركز الأول ولكن لاحدثت جاية كل شخوية المهم يا رقمار بعد أكثر من سنة من ضواهم بالفريق وفانيا فريق نورمار صار واحد من أقوى الفرق بالوطن العربي ولكن فجأة بيوم الليلة يا را تنزل ستوري تطلع من فريق نورمار وبعدها بأيام قهر الطاي تشلح الحجاب وتقول أنها رح تطلع من فريق نورمار بخلاف الدراما اللي صارت بعدها بين يا رقمار اللي الآن هي دراما ما زالت مستمرة إذا حابين تعرفوا كل هذه الأحداث يا حبايب رح اضطوا لكم بلاي لست أو قائمة تشغيل بالوصف أكثر من 25 مقطع ولكن اتمنوا الموضوع كلش حماسة رح تشوفوا تتحمسوا ما رح تملون تقوموا بالوصف رح تشوفوا إذا حابين تعرفوا الأحداث بالكامل وبس تكتبوا بلكومنتات شاركوا ببعض الحدث باسم المركز الثالث هي الدراما نارين بيوتو نورستار الثيمة الأكبر ليوتيوبر بالوطن العربي تصير بياتهم الدراما النتيجة قم بلا بالسوشيال ميديا خاصة بلشت بالحمام نارين بيوتو تطلعتها جم نورستار باستوريات وهي تبشي فجأة نورستار ترد عليها باستوريات بالحمام وهي همين تبشي وتطلعت جملتين المستحيلين ستها يا حبايب نارين تقول لنورستار ونورستار تقولها هذون الدموحيين اللي صيرت الترند المضحك يا حبايب وبن بعدها تنتهي هذا الدراما ولكن مجرد قصف على استوريات من فترة لفترة وآخر شيء يا حبايب اتهت بصلح نورستار وينارين بيوتو تي لما نورستار نزلت هذا الستوري لتشان تعلم بي انه هي تصالحت وينارين بيوتو تي بواحدة من الحفلات بس يا حبايب اكتب له بكم التاشرق بهذه الدراما اللي صارت بالمركز الثاني فيلم وثائق السعودي ريبورترز يوتيبر ثاني سعوديين صار لهم اكثر من 6 سنين باليوتيوب يقدمون محتوى كوميدي وممتع كل هذه السنوات ما بينهم لمشاهدين انه واحد من بيناتهم يعاني من مرض بالقلب الان صارت القصة حرجة واضطرنا يدخل المستشفى ويسوي عملية تبديل قلب العملية نسبة نجاحها صراحة قليلة ولكنها نجحت الحمد لله وعاش عبدالله وسووا فيلم وثائقي عن هد الرحلة والعملية ونزلوا على خلاته بجا فوق الخمسة مليون مشاهدة طبعا لازم يشوفوا المقطع طراح المقطع كل شيء ممتع وتعلمت من عنده هوايشة وانتوا هكذا مرح تتعلموا من عنده هم شوفوا بالوصف يا حبايب واكتبنا بالكومنتات هل استحق المركز الثاني او لا بالمركز الاول اتوقع اغلب كما عارف ابو فلى والمليون دولار يوتيوبر عربي يفتح بث لمدة يومين يجمع بها مليون دولار ليساعد اللاجئين والمحتاجين بالاغلب الدول العربية وقط وصل الهدف يا حبايب ابو فلى ينهار بالبكاء بسبب النجاح اللي صار وهو ما كان متوقع انه يقدر جمع هذا الكمل هائل من التبرعات فياكيد يستحق المركز الاول باقوى حدث باليوتيوب وبس هذه الاحداث يا حبايب اللي مذكرتها يا حبايب اكتبوها بالكومنتات ومن الاحداث المهمة من اللي صارت انه وسام تكيت الانفصل عن بيسان بعد سنة كاملة من مقاطع الحب والغرام اللي صار ما بينهم ويظن احمد ابو الرب واحد من اكبر قنوات الانتقاد ينزل الفيديو يعلن به نهاية هذا المحتوى وبداية جديدة وتصار حوية اغلب اليوتيوبر وبنضاف المدرامات المهمة ان اللي صارت بين هو احمد ابو الرب ونورمار لما النورمار رتا سترايك لأحمد ابو الرب وطلع سوى عليه مقاطع وهاجمه من هذا الكلام طبعا اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شنو اكثر حدث اثر بيكم او يا حبايب ارد الطلب بسيط تكتبوا لي بالكومنتات اللي هو ترقمون مثلا رقم او من حسب وجهة نظركم شنه هي الاحتات الاقوى اللي صارتوا بهذه السنة اكتبوا لي بالكومنتات وبس تشاريكم في زي ما قادمت من القصص احبكم ومع السلامة